طيب السلام عليكم عليك شكرا بتكلم معك في شيء الآن كبداية بأنكم تمسك التابلت بفتح لك موضوعا لنجالي تعليق وبتكلم عنه كبداية أنا سيؤدي الفيديو اختصار الفيديو هذا شن هو ان الايباد مصنوع باللمس قبل حولته الى ماوس وترك بعد اجهزة ثانية قبل طبعا انده نظام ثاني نفس ويندوز اللي هو الماك لكن قبل ما حولته الى اللمس ويندوز او ماكروسوفت عندها النظام حقها اللي هو مصنوع باللمس او بالترك بعد غسلي بالماوس بالماوس ايه بتبتحولها حين باللمس اوكي شفت الحركة اهه يعني ابل باللمس بتحولها ماوس هذا ماوس تبتحول اللمس هذا الحركة انت تشوف منذ الاحسن ومنذ العدل نرجع حق التاريخ ايه نرجع على التاريخ هل ويندوز بداياتهم اللي هي الـ 8 واللي هي المترو سكرين 8.1 8.1 ويندوز 8 ويندوز 8.1 ويندوز RT طيب تنسلوه ايه الـ X الحين هاد بداي الـ RT اه اللي هي المترو سكرين احنا ما نتكلم عن التاريخ ماعلي بس هي السنوات اللي جاسمة حولها وهم حولها صح حول حول الحين مضبطها خاصة ان هي في مترو سكرين اوبشن اوكي تقدر تحطها على الشاشة الكبيرة تقدر استخدها كخيار وعندك هذه بعد اوكي حول حولها طيب احنا دقيقة افصل الكيبورد ادري انه صعب جدا تستخدم بس خلاص ايه صعب جدا صعب جدا هذا اللي اتفقنا فيه طبعا بعض الشخاص مثل كلام فارق ومتعصب الابل ما ادري شنه ما ادري ليش ما اشعر كلام حقي الى الان يعني مثلا في شخص هنا حلو اختصار الفيديو وقولك ان نظام الوندوز اذا ركب على اي تابلت التابلت بيكون قريب للابتوب اكثر من انه تابلت نظام الاي او اس تابلت اكثر من كونه لابتوب والخاتمة اللي يحكم ان اكتخذ اي نظام هو برامج خاصة اللي تبي يعني ما اضغط اي ايه ايه هذا اختصار الكلام حقي صحي ولا واحد منه الكامل انا اتكلم باللمس اكي انا بتكلم الميزة ابل يعني بعض اشخاص يحكموا ابل ليش ما حطيتي المات حقش باللمس ليش ما حولتي لان انا بالنسب لي ما اعرف استخدم الوندوز كتابلت بدون كيبورد وماوس اوكي اشان تساعدك خاصة يعني اعرف ان تضغط اكس وهذه شوف شوف تحتاج القلم ايه تحتاج القلم اشان تضغطهم ايه تقدر تلمس بس بتحاول اكثر من مرة يعني انا كم مرة انا كنت استخدم الوندوز ما اعرف ان لا اضغط بالزور اضغط اضغط شوف الخيارات ابي اضغط ابدع ايه ايه لا دقيقة لا واقفان مساعدة والتغار اه شفت الخيارات اين موجودة شفت كيف الاشياء الصغيرة يعني مثلا ما اقول لك ما رايح يفيد خاصة بالكيبورد اذا كان الكيبورد موجود طبعا 14 ساعة صافة كده بيقوم بصير صعب انك تضغطهم مع ان الى الان ما برضي ادع يعني اشوف كم سنة هذا فكرتي في الفيديو هذا ليش انا مسوي يعني بعض الناس مدري كلام فارغ ومدري شنه انا ما اتكلم عن النظام ومنذ الافضل في النظام ما اتكلم لك عن الخطة كيف ابل سوات التابلت تابلت او 2 in 1 كيف مايكروسوفت والجهزة اللابتوب حقتها كلها مستحيل راح يكون تابلت يعني الخيارات دي الصغيرة اللي هنا موجودة يعني بليز يعني انا كيف اضغط دي الخيارات الصغيرة بالايد يعني لما تتدرس ليش هذا كتب اضغط على 3D object اه اجاب لك ديسكتوب يعني شفت الخيارات الصغيرة دي كيف توصل لها كيف تقدر تختار موجودة دونود مش موجود عندي غفلانت ايه حطة لا جهازي بس الدراسة فهنا تقدر تسوي كل شي هنا في الايباد انت تقدر تسوي كل شي باللمس بالايباد ايه اوه ما بناء اللمس اوه ما بناء اللمس ايوه ايوه اذا عطيتك الماوس شوف 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 الماوس كيف شوف كيف الخرور مثلا انا احنا بقول لك شوف علي طالع طالع كيف الاندماج شوف الخيرة قبل الله سوته كيف الدائرة دي كيف تندمج مع الاعدادات شوف كيف شوفت الحركة تحس واناسينة تحس انت لا عبرا طالع طالع في الحركة ما هي تقدارت وين بتحطه هنا نجم بتحط لك شاي بس شوف الخيرات شوف كيف شيرون يتحرك شوف نحن بعمل على الخار مثلا لو بتروح حق العددات أو بتروح حق بتنزل الشبكة شوف شوف كيف تغير الشبكة شوف كيف يندمج طالة طالة كيف إيه أشبك الزاوي بعد شوف الحركة شوفت الحركة كيف شوف هناك لو بتروح طبعا ما في الخيارات أنا أنا ما حس أنه في شيء أصلا هذي كيف قبل خلتها هذي كيف قبل خلتها علشان عشان تتفادي يعني تخيل أن هالدائرة دي تروح حق الخيارات وتوقف تضغط عليها والخيارات ما بتصير حلوة بس أبل عشان تتفادي الخطاء اللي موجودة هنا في الخروج ومنشان هنا بصبعك صعب أنك تسويها أبل قلت لك خلاص هو الجهاز باللمس فسهل أنك تتغطيهم لكن إذا صرت بالماوس شوف كيف يندمج مع الخيارات شوف كيف يندمج شوف كيف يندمج شوف الخيارات يعني لو عندك أصابع لو عندك أصابع لو عندك الموس بالثلاثة أصابع تقدر تسوي الخيارات كلها في الخروج تسفتح البرامج تطلع كده تسعد تصعد تغطرات خيارات في الجنب كل شي موجود هنا شوف كيف يعني تخيل أنت حين دي الحركة اللي بتسويها أنت عمر النظام الحركة ذي عمرها سبوعين كيف حالك؟ على نهاية مارش على نهاية مارش علي تركز فيها على نهاية مارش تركز فيها على نهاية مارش بس أقول لك ما يحتاج يعني شفت كيف يندمج شفت كيف أن أبل تجاوزت الخيارات اللي في الجنب أنك يعني مثلا قالت لك دقيقة قالت لك مثلا أو تبي تزل الكنترول لازم تلمس بصبعك هنا صح خيار أنك ترجل موس يندمج الموس زين لش زوي كده أهو العددات لأن هذه ما بالحق الخيارات بيتا عرفت الحركات وهنا تقدر تسحب بذي اللي في الجنب وطلعها دي الدائرة مثلا تصفح ومتصفح تسوي الأشياء دي فعرفت الحركات دي شلون فأنت شرائك أحين تحس أن هذه النظام كاملة يعني تحس أنت كيفك أحين عندك وندوز وعندك ماك ماذا اللي سوى الحركة عادل ماذا اللي سوى الحركة عادل هو كتستخدم أحين شانا روح الصفحة لبعادها هو الحل الأصل بثلال الصابع في التركباد أو بالماوس اللي تستخدم أنا دي الماوس حقتي ما لات وندوز ما لات مايكروسوفت فما فيه الخيارات دي إذا عندك الماوس تقدر تغطي لمس ذا الدائرة تسوي أي شيء تبيه الدائرة كنت تلمس ما يحتاج البرنامج يدعم إلا البرامج يدعمه طبعا قبل دعمت البرامج مثلا مثلا لو دخلنا حين هنا وانت جلس تكتب شوف انت كتبت شوف حين لما الكتابة حقتك شوف بس تروح هنا شوف كيف يندمج يتاير يصير زي رفت الحركة نعم عندنا ذلك أنا عارف بس شوف سبعين النظام أنا أكلمك هاي مبدل سوى الحركة عادل اللي باللمس سوى بالماوس أو اللي بالماوس يريد يسوي باللمس يريد يسوي أنا ما قطقي للأن سوى ممس سوى مفيد تقدر تستخدمه لا مفيد في الاستخدام مفيد في الاستخدام قصتك سهل الاستخدام لا تقدر تسوي مهامك كلها أنا ترى عندي سنتين أنا عندي سنتين بس أنا سألك لأن أنا ترى تستخدم سنتين واني الرفيو اللي سويته اللي قبل شوية اللي الناس قاعدوا ينتقدون ويتكلمون وخشيني في سناب شات يتكلمون كلامي غلط ترى هذا الكلام اللي سويته اني لي سنت يعني ما في انسان بيسوي ريفيو لحق سنتين استخدام بعضهم يسونك سبوة سبعين فانت شرايك انا بالنسبة لي اقدر استخدمه لكن اذا جيت باستخدمه مثلا بفتح برامج اللي بتنقل في الجامعة لازم اقلبه وفتحه عشان استخدم الموس باستخدم بالقلم ارجع سكرة واستخدم بالقلم فتقدر تستخدم اللابتوب بالحركات اللي سويتها حين اندي تحس انه مفيد بالماوس ولا مفيد تقدر تتمشي معاك امورك هو صير بريج صير جسر حتى الان يعني اذا تستخدم تبيت هو يظل ما في ما في ديسكتوب ما تكرت ترتبك قنواتك نفس الويندز ما تكرت انا ما كلمك حق النظام انا ما كلمك للنظام علي قليلا لا ما كلمك للنظام انا كلمك منذ اللي اتغن منذ اللي اتغن الحركة اللي اتغن حركة نتقدر نتو فيديو اخر عن النظام في الي اي و ما ما تنتقل منذ اللي اتغن الحركة اللي سواء بالماوس تقدر توي كل شيء شا ngày لا انا انا نافكر الى الذ camarads انا لطفح الاشياء بس ها نتكلم تقدر تقوم بكل شيء تقوم بإيدك بها الدائرة اللي تطلع على الماوس كل شيء كل شيء حرفيا ما يمدين ما يحتاج تلمس أجده سهينة بماوس كبر بس إذا كانت الماوس حقتك تدعم الجسشر يعني تترك ماوس أبل عندها ماوس فيه 37-70 تقدر تسوي فيها الماوس حقتها بالماوس وعندها الترك تستخدمها خلاص بكل شيء كل الأمور تسوي فيها كل شيء أوكي أوكي وهي ما طلعت الشيء لأن انتظرت فأنت شرأي بل استخدامك الخفيف حين غريب ما علي من الغريب عطني خيار ما تبي تقدر تسوي ما سويته يعني مثلا تبي تسوي ما قدر تسوي لا يظل أحس أن ما أبي أحساس ما أبي أحساس ما أبي أحساس كأني شابك ماوس على الجوة ما يعني ما قدرش أشبر فأقدر أشوف يعني ماوس أستخدمه طبع بس أقدر أستخدمه إي بس أسهل أني أسوي كده فايدته من ده أكثر حركة القلب اللي سوات الشركتين حين من ده الأفضل شركة سوتها نحن ويندوز كم بلاتي حين كم سنة لس لازم لازم كم سنة ويندوز ويتبي تقلبه بالموس باللمس عشار مو تنزل الـ 8 8 ما استخدمتها أنا أنا آخر نظام استخدمتها ويندوز 7 وقفت إلى أنتن ويندوز RT ما استخدمتها مع مكروسوفت أول ما نزلته ما كروسوفت أول ما كروسوفت سوفرس ما كروسوفت سوفرس هو الواحد اللي كان على ARM اللي حطت في RT RT هم 11 أو 10 علي الويندوز حقك تقدر تستعشر 10 سنين تقريبا اي 10 سنين تقريبا وإلى الآن هم سحبوا عليه توهم رجعين يعني بقوة إلى الآن 10 سنوات إلى الآن مدعموا أنك تقدر تستخدم النظام باللمس كامل لازم يغيرون النظام كامل لغنات تكبر كل شيء تكبر الواجه الواجهة 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 كلها هم يغيروا الواجهة شابوا عليهم خلقوا على عيام A تم خلقوا على الهي فأنت حين كبداية حين ما في أحسن لا أنت أنا أول شيء بس أخذ بقارن اللهم الماوس كماوس الويندوز مقارنة بالA مقارنة بالسيرفس بس ما بمقارنة كنظام أوك يعني يعني ذا النظام تعرف عندي هنا أحسن لا في أحد ما يقولك لا تقدر تسوي أكثر على حسن لا لا تقارنة شكلاً واستخداماً بالأي بعد تقارنة النظام بالمعك ما علي كلامك صح بس تقدر تسوي أكثر أنا ما ليشغل فيك أنا ما قدر أقول حق شخص أجي مثلاً أجي حق أبوي مثلاً أقول لالويندوز أحسن لك تقدر تسوي أكثر بقول لك أبوي أنا بس بفتح بتصفحي ميل بفتح حساب في البنك بفتح موقعين وبسكره ليش تقولي أحسن أنت لا تعطيني الابشن كله كل شخص وعنده اختيارة صح ولا لا بعض الأشخاص تجي لهم يعني أقول لك يا ها حين أبوي قبل 10 سنوات كان عنده كميوتر يفتح البنك حساب البنك فيه صح؟ في البيت لأنه في العمل كله لابتوب أنك ما يبيجي البيت يجي على كميوتر عنده كميوتر حساب الكميوتر وكل شي بعدها بعشر سنوات يوم نزلوا الجوارات فيهم حساب البنك تفتحوا الإيميل خلاص أغناء عن كميوتر صح؟ خلاص كل الشخص واستخدامه كل شخص والشي اللي يبي يستخدم مثلا أنا أمدح شخص مثلا أنا حين لو أفتح لك اللابتوب الايباد أنا أقدر إذا ما أنت أنت لا الويندوز كويس بس أنا أقدر أقول لك حين لو في الجامعة حق الكتابة الكتب الايباد يعطي الويندوز مية صفر في الكتابة بالقلم لحق مثلا في الجامعة دي مليون صفر ولا بالايباد ذا الفرس جنريشن والقلم الفرس جنريشن حق القلم يعطي لحق آخر ويندوز موجود مليون صفر ببنية صفر أنا استخدامي عندي اتنينهم أنا يوم شريت هذا ترى ما عندي لبرو كان عندك القديم إيه البرو داك ولا عندي لا لبرو داك من عبدالله تستخدمتها بعدين خدت لبرو عبدالله أنا شريت هذا قلت أبي أستخدمه في كل شي وشريت القلم واستخدمت القلم هذا الجيل الرابع هذا الجيل الأول بعدين استخدمت خدت من عبدالله الجيل الأول واستخدمتها وين وين استخدم يعني أنا أفتح لك أشياء هنا أنت في كراسك يعني الكتب حقتي وكيف كيف كيف تكتب على القلم وكيف تكتب في الخيارات والسلاسف في الكتاب والأشياء دي مستحيل تحصلها في الويندوز مستحيل مستحيل تحصلها في الويندوز ده في الكتابة مليون صفر يعطي ذلك هذا مشكلتها هذا علي حرفياً ما وص أي هذه المشكلة لأن إذا جيت أكتب أحياناً يعني في الدقة ما يسوي هذا الأكتب هنا تشوف الدائرة طلع لي تحت المسيناين المساحت ما يجيب ليه بالدقة ما بمستخدمينها كغالا ما يسمونه ما يسمونه أه أه يعملونه موطلع العربي ما بمعملينه كغالا منعملينه كماوس كماوس اللي تستخدمه أو كمتمله بس فيه ده حركة ما حتى يكرم حلوة المساحة أنا تعجبني المساحة عرفتلون قبل ما تنزل ده الحركة ما تابر وشي الحركة ده أنا ليش يعني أنا عارف أن هذا تحس أن ريال ريالتي يعني ما بيها ما بي طبيعي أنا بي استخدامي أبي سهولة إذا تعلمت يعني مثلا دقيقة شكلك من أول واحد بترفع مخك في النت علي علي أنت جيت في الكلاس تكتب أنت بي طبيعي ولا تبي تسوي بسرعة أيام اللي هي حصة الكهرب كنت أشغل الجوال وحطه شسمه ليسجف نحن وقت الكتابة أنا ما بي شيء طبيعي أبي شيء اللي يعطيني السهولة أنا لو أبي طبيعي أرجع أمسك قلم الرقة هذا ما في أحسن من الطبيعي أنا بي السهولة في الاستخدام أحين أنا قاعد أكتب بامسح ألمس مرتين وأمسح ألمس مرتين وأمسح لأ الحركة لأنني من لما استخدام يعني مثلا كتابة لألمس أكتب المس مرتين وأمسح ذي السهولة ولا أني أكتب مثلا أكتب وأرجع أساوي كذا وأرجع مرة ثاني أكتب أنا استخدمتها سنتين ليس تتخيل ع REAL أنا استخدمت الأشياء وعرضها سرعة اللمس وسرعة التناقل شوفوا كيف يعني شوفوا شوفوا كيف حين نتقلوا من الكتابة إلى اللمس شفت كيف السرعة؟ أكتب سرعة وأقل أحسن مني أكتب أرجع أمسح يعني في أحيانا في كلاسات أخطاء حقتي تصير كثيرة على حسب الكتاب على حسب اللمس hold 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 بيرنج أحيانا هذا كنت تطفل بيتوه أهلا أهلا دول كلك أهلا hold screenshot باشكرا ناقص غريب بعدين أرجع أكتب يا جبان وأنا بفتحتك هنا شاي أشعر طبعا أنا لم أضعها كذا الحركة إن مساحة حقيقية أقدر أحولها من هنا إذا ضغطت الخيار تجعلها مساحة حقيقية لا الماسح كذا اللي كنت تجعلها يمسح الغلط من الخيار موجود؟ تجعل تحولها؟ أنا مخلي كذا طيب خلاص أكتب 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 شيء يعني في الكتابة مثلا أنت كيف أكتب سوى مصطارة سوى دائرة أو سوى مربع مربع؟ أه سوى الحركة ما أدري لازم تأخذ المصطارة أحنا عندنا في البرنامج سوى كذا وأقف أه ما يسوي هنا وشف؟ شف أنا هنا أشي مسوي الخيارات؟ في البرنامجها طبعا هي برنامج كثيرة مثلا قاعد أكتب أحين مثلا أبسوي مربع سوى أقف كذا أسوي الضلع مثلا أقدر أسوي الأبضاع أقدر أسوي شوف أقدر أسوي مثلا ما يسويها مثلا أقدر أسوي كذا شفتها؟ أقدر أسوي دائرة أقدر أسوي دائرة مثلا أتركها أقدر أسوي دائرة وتركها طبعا أحيانا ما أسويها عدل على حسب البرنامج طبعا وأقدر أكبرها أقدر أسوي حركات كثيرة جرب أن تكتب فيه هنا ساكر 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 جرب أن تكتب فيه هنا أين؟ نرجع دمكون حتى حساسية اللمس هنا صفتها قلبه تابلت أين؟ عدل عدل أين أحضر أحرك هذا يجب أن تنسك من هنا؟ لا من أي جهة عادي أو يطمس حسيت ب لا لا المشكلة أنك أنا مثلا أنا أكتب يتحرك القلم يتحرك القلم أنا سنتين قد أكتب فيه لا أنا كيف تنسك من الوقت لا أنا أشتد أكتب أعني أضغط أو أضغط بزاوي وينفع حت ما بلازم من هنا من حت من هنا من أي مكان هنا والله ما بلازم أي مكان جهة صويائك يعني إلجي انما لازم جهة واحدة شوف حساسية اللامس شلون طبعا عنده برنامج من برامج يعني فيه برامج أفضل من بكتير بس دعم للبرامج كيف دعم طبعا أنت تقدر أنت تسوي مربع وردي بسرعة مربع جواهز بسرعة لا أنت تقدر تسوي خاطخات خاطخات وتوقفها بعدين ويسير مربع سولى أضلع كلها في نفس الواقع وخليك هناك بسرعة بسرعة تقدر تكبر وتساقف أنا السؤال نفسه عندي سؤال أقصة وأخذ تحت وأكمل خطوات فأكتب كيف سرعة الكتاب بسرعة 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 أول اسم كتابته هنا ما الفرق بين هناك و هناك حت حتو مع هادا قرب وجرب هذا الأشياء اللي تغهرني أنا لا لا ترى سانتور هو ترى لو تشوفه صوج ما بعرض السانتور ما بعرض السانتور شوفت الحركة ما يعطيك إياها ما بعلا القلم نفسش شوف نساعة صار باقي نقز ورجع طبعا لو تسقر الكتابة رح تيبين عندك هو معروف أن أدري أن حسوسية يعتبر رسم ذلك اللي عرفت المتابلتات يعني بالدراسة في الكتابة في الكتابة هذا وهو الأيباد شويه في بط في بط وفي القلم القلم مبدأ من على السانتور بس عايد يعني بيتمشي شوي غريبة خاصة في الكتاب في الكتابة أحيانا لسا تتابي تاكتب يعني الرموز وأنا لأتواهق فيها لا لا خاصة يعني لكن تاكتب أو أنك مثلا جايب ورجع قاعد تاكتب 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 بتحس بأنه غريب لأنه بطيء وتشوفه حين يقطع طبعا هذا مايكروسوفت سيرفوس تقريبا الرابع واللي نزل في الفين و ما في الفواقه هو أحيان سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر طيبا وفواقهنا في بطيئة هو مش بيقطع أوكي أفر أول أحيان شلون هادي الكتابة أحسن بس عندي هادي أحسن القلبة دي أنا عندي السرعة بس مندي السرعة غريب لحق استخدام هو النظام أي نظام تجيبه في الدنيا لازم غريب أنت بتستخدم نظام كل شيء أنت ما طلعت اللي لازم حب حب تتعلم معنى الشيء يعني تحسسني أني أنا بكرة في أشترا أي بول لا أنا أقول لك أن الشيء غريب بس أنك يعني يومين ثلاثة يوم تتعلم علي خلاص أنت بتكتب على طول شوف كيف 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 السلاسة فأنا كنهاية يعني عطني كلمة واحدة كلمة واحدة أي ولا لا بقول لك القلام الأفضل هنا ولا هناك الويندرز ولا لايباد لايباد أوكي في النهاية أحنا ما بي أببسه بتقولي أي ولا لا الأيباد حركت أنه حول للمس هو من اللمس حول للموس والويندوز من اللمس من الموس حول للمس ماذا الأفضل الحركة اللي سواها؟ واحدة ما في أببار أول عشر سنوات عشر سنوات يحاول سبعين سبعين لا نقول سنة اللي هي الأكسب بس هي نقول هنا بس إنها من الخيرات دي كلها عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات سنة يا الله ما فيه يعني بالخيارات اللي وريت أخياءها حين كاستخدام خفيف قصدك ماذا على الأقل تقدر تستخدمهم أيوه تلينهم في نفس الوقت أيوه ماذا على النظام أيشي بس يعني تقدر تسحب مثلا على الكيبورد وتقلبه ما وصلا تستخدم مثلا يوم كامل يوم كامل بدون كيبورد هنا أو يوم كامل بالماوس بدون بالماوس بدون لمس هنا زين ونقلم هو خلّه خلّه ولي حين خلّصوا بالحركة الجريدة اللي سواتها قبل يوم كامل بهنا أو هناك يوم كابل بدون كيبورد هنا بس لازم أصير عندك الهي جاست شرز فان تصير موصات الجريدة أو تركبات مع ماوس كيبورد يعني هنا كيبورد بمايكروسوفت أو كيبورد أي لابتوب موجود مثلا أو باللمس لمس الشاشة اللي موجود وما تنهو ندز أو الشاشة هلان تخلي الناس يقتنعون تعطي تحطي مثلا نقل لك تعطي جهازين تعطيهم موص و كيبورد ما بل هي تركبات و اثنين هم سيقطة في التاتش لاي تلامس الشاشة التاتش سايد وتخليه استخدمها بعدين تعطي تشيل الكيبورد والماوس يعني يوم تشيل الكيبورد والماوس وتعطيه له الجهاز بس وتخليه استخدم وتقول الان من دل افر او يعني استخدام مكان سهل انا ما استخدمتها واجد بس استخدامته يوزبل غريب لان ايبود ساير بس اوزبل بس فالنهاية فالفيديو اللي طلعتها فهمت 26 يحن دقيقة بس عشان افهمكم كيف انا اللي ابي اوصلها فرجاء لحال يجيني في التعليقات ويقول لي انت مطبل لابل انت مبرضي تفهم انت انا هاد اللقاء او هاد الاشياء اللي ابي اوصلها كنت 2 in 1 في الويندوز اشخاص ما يستخدمون ك2 in 1 في الويندوز انا استخدمت نستخدار كلابتوب ما نستخدمها كتابلت الا نادر في وقت الكتاب وما عملنا في الايباد افضل في الكتاب 2 in 1 هنا يعني كتابلت بالماوس وباللمس في الايباد رح يكون افضل بكثير من الويندوز بالشيين ففي نهاية الفيديو اشتركوا لغنا ونشر المكتب وما لايك المكتب وتعليقاتكم تحتهمني ولا تنسوا نفضل دعاكم السلام عليكم